السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في فيديو تعليمي جديد اليوم سوف نريكم كيف نخدمه ستيكو أو العمرة بالنسبة للناس المعمرون نخدمها أو ما لديهم فكرة لها اليوم سوف نحضروا التفاصيل والطريقة لها وإن شاء الله تعم الفائدة على الجميع أول شيء قبل أن نخدم ستيكو حيث يكون واجد بالحقان وكوجة العزية الرطبة ومجوج حتى ثلاثة يدين المجول الحائر ومن بعد يد ستوك أو جوج الأحسن جوج سوف نعاوني بزيان من خدمة ستيكو لا تكون صماش لها سلعة بزافة أدام جهة الخدمة ستطلع بزيانة وبرية وحجج من خدمة ستوك كامل في الأماكن من خدمة ستيكو ونستيكو شارجة الحائط مزيان مغير رامج يعني مغير عراق ومستيكيت الحائط لكي لا نعيش معه في الكوش الأخرى تبدو أن يخددهم في الكوش الثالثة ولكن كان شارجه وكان عاون لكي تشارج الحائط مزيان وطلع الخدمة نقية استيكاج هو مني كان حكمه على الحائط يعني العمرة لكي يطلع لها البريون بزيانة أما المواسل العاديين لا يخدمونه دقيقة حيث كانت القصدة منين يبدو استيكاج مني عشر الموس بزافة لكي لا نجرح الحائط ونكمل في هذه الحالة أنا شارجة استيكو على مسافة صغيرة وستيكيته ولكن سنعود نشارجة حيث أريد أن تشاهدوا الفرق مني كان نعود نشارجة ستلاحظوا الفرق مزيان نستيكيب هذه الطريقة التي تستيكيبها هنا نحاول الموس لا تبقى كثيرا لكي تكون حنينة معه وكما قلت لكم لا تبقى كثيرا لكي تبقى كثيرا لكي تجرح لي العمرة نستيكيب هذه الطريقة من الفوق والتحت والجنب كما قدرتون ونستيكيب هذه الطريقة ونستيكيب هذه الطريقة كما تلاحظوا البريورا طالة ولكن نحن نعود نشارجه لكي يكون الآن الفرق مزيان هذا الكوش الذي سنعودها ستبقى الفرق مزيان حيث سيطلع البريورا أكثر من اللوي ندوص على هذا البلينتا حيث بنت لي بقى خصوصة شوية وندوصتها لكي زيت شارجه مزيان أكثر من اللوي ونستيكيب هذه نكمل ونستيكيب هذه لدينا أريد أن نعود من شارجه ونستيكيب من شارجه عادي ونحول لنضرب ونستيكيب لأنه سيطلع لديه ونستيكيب 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 ستكون خفيفة لتعاوني كما تلاحظون معي كان شارجي عادي يعني شارجي عادي شارجي عادي بحل ديال لندوي غير هو كما قلت لكم نمسح مزياني وننخلص الخط الشارج ديالي على الحيث هذه ديالية مشكلة بحل عرق العمبرة بالنسبة لي ديكور العمبرة هو أصعب ديكور حيث يطلب مجهود عدالة كبيرة زيادة لديك مهارات الحيرة فيها من أفضل يتعاون عليها مجهود ثلاثة المعلمية لكي يغلبوا عليها ونكمل مساحة صغيرة نستيكيها بزيان وعندما كان استيكي وعندما يطلع البريوم بزيان وعندما تعرفوا بلا أن اللوندوي عنده علاقة مع الدكورات جيدة حيث لا يريد أن يتعلم الدكور يجب أن يتعلم اللوندوي مزيان لكي يبدأ التعلم الدكورات سهل نستيكيها بزيان نستيكيها بزيان و يطلع و يجب أن يستيكي بزيان ولكن عندما تطلع البريوم يجب أن يجب أن يتعلم حيث لا يفعل نستيكي وعندما قد لا يقوم نستيكي بزيان نحاول أن نستيكي بزيان لأن لا يوجد أرد يبقى اللوندوي ومن بعد نأخذ أشياء أمستيكي بها كي نطلع البريو مزيان ونبسحها لبقى شيء شيء جران في العمرة هذه التحية وفي نفس الوقت البريو سيطلع مزيان ومخير البريو تبارك الله طالع مزيان هذه الميني فيلا اللي خدم فيها أمولها بها بيضاء ونغير واحد ثلاثة تليبيوتال اللي اللوم مغير فيها نكمل بنفس طريقة من اللي نوصل الوسط نشارجه مزيان ونكتر ونكبر المساحة لتعرف الخدمات لكي لا تغلب على الأمر كما ترون البريورة طالع بلا سيراج والدور السيراج غير الحماية فقط من الماء والأوساخ سيزيد قليلا بريو ولكن إذا كان تطلع برمخ لم تخطوه غير سوف تضيع وقت كمعها لكي تطلع البريور سيطلع قليلا بريو ولكن البريور النهائي التي تعطيها الجمالية لا تطلع من الأحسن تخدم جيد من الأول سيطلع البريورة من أجل السيراج سيطلع قابلة الغسل بالماء يمكن أن تتمسح أو تمسح إلى كطاعة على الوسخ يمكن أن تتمسح عادي ونكمل بقية الحاد من نفس الطريقة التي بدأت بها ترجمة نانسي قنقر يوم من بقية الحيدة ترجمة نانسي قنقر أفضل عمق ترجمة نانسي قنقر أفضل على المقال أفضل ترجمة نانسي قنقر أفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة